قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لمستشار المعزول محمد مرسي عبدالله شحاتة وثلاثة عشر آخرين والمشدد خمسة عشر عاما لستة آخرين وعشر سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميا باللجان النوعية وذلك بعد اتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام الدستور